في ايه بالضبط انا مش فهم يعني. المنتخبات العربية حصل لها ايه? ولا فوز ولا فوز ولا منتخب عربي افاسغي بالمغرب. فين knowledge جزائر. وتونس والمصر بنبطول. ولا في جزائر ولا في مصر ولا في اى فريقت ولاså. ولا اى منتخب خالص. ليس اى اى منتخب? فين المنتخبات العربية? ليس منتخب عربي شرفنا? غير المغرب. انا عايز افهم يعني ازاي يعني 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 كمة ال ال اداء السيئ. اداء سيئ قوي. في ايه بالزبط? يعني لما الجزائر تلعب مع بوركينة فاسة وتتعادف بالعافية معهم اتنين اتنين. بالعافية دي الجزائر اللي احنا كنا متعشمين ان هي اه توصل للنهائيات وممكن تاخد البطولة كمان. فين منتخب مصر? منتخب مصر مفيش خالص. مفيش منتخب مصر اصلا. منتخب مصر مضحش تقريبا سحل العاق. فين منتخب تونس? فين اللعبة اللي في تونس اصلا مفيش لعبة في تونس خالص. بتعس ان اللي كون كهن يلعبه في تونس وفي مصر وفي الجزائر. مفيش خالص ادها? ايه اللي بيحصل ده انا عايز ارفهم يعني. ايه اللي بيحصل في حاجة زي كده مش فهمها? في حاجة غريبة في المتخبات العربية انا مش فهمها. اداء سيء من سيء لأسوأ. الماتش الاولاني كان النهاردة جزائر مع بوركينة فاسة. وانتهى كان المبارسة عربعة. وانتهت بتاع عادل اه جزائر مع بوركينة فاسة اتنين اتنين. طبعا كان فيه مواطش بعدها مروتانيا برضو دورة عربية برضو بس احنا مروتانيا برضو ملهاش تاريخ اوي زي الجزائر وتونس ومصر. فاحنا برضو نعذر مروتانيا مع انها بتقدم اداء رائع. يعني مروتانيا بتقدم اداء رائع لطولة دي. كسبت انجولا كسبها بالعافية. بالعافية انجولا كسبت بالعافية. تلات اتنين. ومواطش كان في كمة الروع لمروتانيا. انا ما بقى المبررة الاخيرة اللي تعقيب جامد اوي. تونس ومالي. تونس هتبضي لحد امتى مش فاهم? الهزيمة الاولى من انجولا الماطش اللي فات. والماطش الانبارح كان دم مالي. وتعدلتي بالعافية. يعني كنت اواردو الهزيمة التانية. ايه اللي حصل لمنتخب تونس مش عارف? تعالوا بقى نروح للمنتخبات العربية بصراحة اللي شرفتنا. الاردن وكوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية بقى اتعدلت مع الاردن بالعافية. في كاس الاجلم في كاس اسيا. يعني الاردن قدمت اداء مشرف جدا. اه 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 احرزت الهدف الاول بضرب الجزاء لسول. الجنوبية اصلا يعني تحس دربة الجزاء مشخوك فيها من الاخر كده. وبعدين الاردن قدمت اداء رائع الشوت الاول وتحطلت التعادل التاني كمان. وخلص الشوت الاول بتقدم الاردن اثنين واحد. والاردن قدمت اداء رائع. بس للاسف الاردن بقى دفعت. وده اللي احنا مكناش مستنيين واردن بتراحة. لو هاجمت كنت ممكن تجيب التانية تخلصها علماتش خالص. لكن ليه? ليه حكاية الدفاع دي? ليه ليه? يعني افضل حاجة انك تهاجم عشان تدافع. يعني لو هاجمت هتموت خصمة خالص. اه الكوريا لعبت وحطت تجون التاع عادل يعني. اما البحرين كسبة ماليزيا واحد سيفل برضو في كاس اسيا. الف مبروك للبحرين. وفيه طبعا تعالوا بقى نروح لدور الانجليزي ونبعد شوية عن المنتخبات العربية وكاس اسيا وابطولة افريقيا. ونبعد عنهم شوية ونروح للدور الانجليزي. الاسبوع الهداشر. الهد والعشرين. الواحد وعشرين. الارسنال كسب كريستيا البلس. خمسة لشيء كانت مباراة في كمه الرواحة. الارسنال قدم اداء رائع الماتش ده. من اجمل المتوشة اللي اشوفها للارسنال في الدور الانجليزي من فترة كبيرة. اما نوتنجهام وبرتفورد. ثلاثة اتنين لبرتفورد. طبعا الماتش ما تفرجش عليه بصراحة يعني. اما مباراة في الدور الاسباني كانت فيريال مع ميوركا وتعطلوا واحد واحد. وفالينسيا واثلتكو مدريد. اتلكو بالباو عفوا. اه فيا ريال كسب واحد سفر. وسيلتا فيكو وريال سوسيداد. اخيرا ريال سوسيداد كسب في الدور الاسباني وكسب سيلتا فيكو واحد سفر. اما بقى كان في مباراة وضيئة ما بين المنتخب العراقي والمنتخب المصر. احنا واحد مش مشكلة. الف مبروك للمنتخب العراقي. الاولمبي فوزوا على المنتخب مصر واحد سفر. وطبعا زي من انتو عارفين كان في مباراة في كرة السلة في الدور المصري. اه بين الاهل والزمالك. طبعا النادي الاهل يا حسامها بفرق هدف واحد. وكان في مباراة الوحدة مع الزمالك طبعا الوحدة قطعت الزمالك وكسبتها ثلاثة واحد مباراكة تدية وكل حاجة. بس لسه الزمالك ربنا يسهل يرجع اكتر يعني. الوحدة تفريق على قده. الزمالك برضو عنده نجوم. يخسر ثلاثة واحد حتى لو مباراة دية. لا مش مش حلو. مش حلو. مش عجباني بسراحة. اما تعقيبي بقى على المنتخبات العربية ببطولة افريقيا وبطولة اسيا. اللي اقدم اداء كويس الاردل. اللي ما اقدمش اداء وخالص زي ما بدأنا في فيديو قلنا. تونس ما جاتش. مصر ما جاتش البطولة. والجزائر ما جاتش. يعني المطوشة الاولى زي ما انتم عارفين. الجزائر اتعادلت اثنين اثنين. والمطش التاني اتعادلت واحد واحد. تونس استهزمت المطش الاولاني. وكذبت اه اتعادلت برضو المطش التاني. اما بقى منتخب مصر اللي في الضياع خالص. لعب قدام المطش الاولاني. كان قدر موزنبيك اللي خسرت من الرأس الاخدر. تلاتة سفر. مصر مش عارفة تكسبها. وكده هتخزر. كنا خسرين اثنين واحد. وحطينا جون كده. جات كده. غلط الدفاع. وتعادلنا بهدف مصر محمد. يعني لو مكانش مصر محمد كنا ضعنا. ماتش مزنبيك ده ممكن نخرج من البطولة لو كنا خسرين اثنين واحد. والمطش اللي بقى عديه غانة برضو كسباك. اثنين واحد. وجون برضو باي لك المنصر محمد سبحان الله يعني. بصراحة اداء المنتخبات العربية مش عجبني خالص. تعرفش بقى اداء مدربين. اللعبة جاية تعبانة من البطولات ازا كان بقى الدور التنسي ولا الدور الجزائري ولا الدور المصري. تعرفش في ايه بالضبط. ولا اللعيب المحترفة يا محمد Сلاح اللي اصلا ما داشل البطولة النهائي كل لما يجي يتصاب كل لما يجي يتصاب. كل لما يجي يتصاب. الف سلام عليه بس يعني اداءه ما بيعجبنيش في المنتخب اوى على فكرة. يعني اصلا واحد زي محمد دابوتفيكة مثلا ولا محمد الددان ولا الناس ديت كانت فعلا بتعمل اداء كويس جدا مع المنتخب المصري. لكن محمد سلاح مفيش. ليفربول. بس. لكن محمد صلاح مفيش. مفيش محمد صلاح خالص. طبعا هرجع معاكم اهم اللقاءات اللي هي هتبقى ان شاء الله هقول لكم توقيتات بتاعتها. آآ مباريات المغرب طبعا هتلعب مع اقول لكم مش مشترك في القناة يشترك في القناة. واللي مش عامل لايك يعمل لايك. وتوقعاتكم لمباراة المغرب مع الكنغو الديمقراطية. اللي هتبقى الساعر باع بتوقيت القاهرة. اما المطش اللي بعد كده زنبيا. وتنزانيا. والمطش اللي بعد كده الساعة عشر بالليل جنوب افريقيا وربنا يوفق جنوب افريقيا عشان اللي عملته عشان قضية الفلسطينية. وتكسى النبيبيا وتعد المؤذك ده ان شاء الله. حتى تطلع احسن توالت. يعني تطلع احسن توالت يا ربي يعني ان شاء الله. اللي هتلعب الساعة عشر. اما عمان وتايلاند ومصر السعودية ان شاء الله ربنا يوفق عمان. امام تايلاند ووفق السعودية. امام جريستان. اللي هي هتبقى الساعة سبعة ونص بتوقيت القاهرة. والجابون مع ليبيا دي بتولة افريقيا لكرة اليد. فيه متوشة برضو كرة يد. الجابون مع ليبيا للمنتخبات العربية. وفيه كمان آآ مباراة نايجيريا وكينيا وكونغو وولواندا. كل المنتوشة اللي قلت عليها دي الساعة اربعة باستثناء مباراة زامبيا وولواندا اللي هتبقى الساعة ستة. اما الكاميرون المصر هتبقى برضو الساعة ستة ماتش حيلو جدا. دي في بتولة افريقيا زي لكم لكرة اليد. اما بقى في الدور الانجليزي في مباراة حلو اول هتلعب مع ريفربول وبورنوس موس. واستثناء في الدور الازباني هيلعب مع غتافي الساعة آآ تلاتة والساعة آآ خمسة ونص ريال مدريد مع الماريا. والساعة آآ سبعة ونص ريال بيتيس مع برشلونة. وفي الصهرة هتلعب مباراة جيرونا وايج بيليا الساعة آآ عشرة بالليل. وفي الدور او كاس اسبانيا ريت مع مرسيمة. ماشي حلو اول ماشي ده على فكرة. هتلعب الساعة عشرة وخمسة بت Luna القاهرة. stare بالليطشي مع يوفينتوس في الدوري الإطالي في الم optima 21 من الدوري الإطالي. دي المباراة بقى حلوة بالأيج دهين. اما الدوري الالماني فهيلعب بارم يونيخ. عشاء البارم يونيخ طبعا انا من عشاء البارم يونيخ جدا جدا. فريق تقيل وفريق دميل انا بحبه جدا ج مع فريدرر الساعة اربعة ونص طبعا هي الموتوشة دي كلها اللي قلت لكم عليها وكمان في الموتوشة طبعا في الدوري بقى البرتغالي طبعا الحاجات دي احنا مش منتباحها ومش منقول اصلا عليها احسن طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة كانت بحلي منوعات على اليوتيوب وتوقعاتكم لمبارات المغرب ان شاء الله المغرب تكسب وتوصل بست نقط احتمال المغرب تكسب من ثلاثة لأربعة يعني ثلاثة هداف الأربعة هداف بديتوا وقعاتي الشخصية يعني ما تنسوش تشتركوا في القناة كانت بحلي منوعات على اليوتيوب